هذا وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص البحرين على مواصلة خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الوعدة التي تسهم في تطوير وتنمية القطاعات الحيوية وتحفيزها نحو النمو الاقتصادي المنشود معالي أشار إلى ما تولي المملكة من اهتمام بالغ لتعزيز مقوماتها الاقتصادية والدفع بها نحو تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وتنفيذا لخطط الحكومة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء جا ذلك لدى لقاء معاليه بمعالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبعدد من المسؤولين في الصندوق وذلك في إطار مشاركة معاليه في مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة بالرياض حيث أكد على الدور البارز الذي تطلع به الصندوق الاستثمارية السيادية باعتبارها ذراعا اقتصاديا ومحركا فاعلا لدعم النمو الاقتصادي ومنوها بمستويات التعاون الاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وأهمية مواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والاستهار على البلدين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة